طبعاً ما فيش شك إن المبادرات الرئاسية كان لها نتائج مزهلة في قطاع الصحة ولما نجي نتكلم عن قطاع الصحة لازم نتكلم عن مبادرة 100 مليون صحة واللي انطلقت في عام 2018 هذه المبادرة قدرت خلال خمس سنوات إنها تجري فحص طبي لملايين المواطنين وتقدم أيضاً العلاج لهم كمان بالمجان عشان النهاردة تكون مصر خالية من فيروس التهاب الكابدي الوبائي وتصبح أول دولة على مستوى العالم تنجح في القضاء على فيروس حقيقة شازل يمكن إحنا بقالنا فترة بنتكلم عن هذا الملف تحديداً فعلاً قدرة مصر على القضاء على فيروس سي كانت خطوة كبيرة جداً بس اللي بيحصل دلوقتي بقى إنه بالفعل مصر تم تتوجها رسمياً بجائزة المستوى الدهبي من منظمة الصحة العالمية تقديراً لهذا الإنجاز العظيم ويكون طبعاً في احتفالية عالمية في منطقة الأهرامات بالمناسبة دي لأنه فيروس التهاب الكابدي الوبائي أو فيروس سي كان ليه الحقيقة تأثير كبير جداً على الشعب المصري على مدى سنين كتير جداً وكان بيهدد حياة الكثير من المرضى اللي ما كانوش قادرين هم يتحملوا تكلفة العلاج العالية كنا بنتابع ده الحقيقة وكنا حتى يمكن سعر الأدوية كان بيبقى عالي جداً حتى الغسيل الكولوي كان بيبقى غالي جداً حتى كنا بنشوف يمكن حتى فكرة سفر المصريين للخارج كان فيها مشكلة بسبب حتى فيروس سي وبسبب أن موجود في مصر عندنا بالنسبة كبيرة جداً وكنا بنتعامل مع وجوده لأنه مرض موجود مش عارفين لسه بقى منشوف يعني ما كان فيش قرار حتى أن احنا ازاي نقضي عليه كل اللي كنا بنقدر نقوله هي حملات توعوية أن احنا نحمي نفسنا من الإصابة بفيروس سي لكن الحقيقة جاء قرار سيادة رئيس عبد الفتاح السيسي بجعل العلاج متاح مجاناً لجميع المواطنين المصابين بهذا الفيروس اللي كان ليه الحقيقة أثر كبير جداً في القضاء على هذا الفيروس في مصر خلال وقت قياسي هيا شازني مش بس كمان دي الفكرة فكرة أننا بقى إينا بنصنع أصلاً الدوة هنا كمان صحيح طبعاً ودي ميزة من المميزات وزي ما أنت كنت تقولي المصرين كانوا بيلاقوا صعوبة كمان في الصفر بسبب انتشار هذا الفيروس في مصر مصر كانت رقم واحد على مستوى العالم في الإصابة بفيروس سي لكن الحمد لله تم القضاء على هذا الفيروس نهائياً بمجهودات كبيرة جداً أمي بها الدولة خلال الفترة اللي فات في هذا القطاع وعايز أولى حضراتكم كمان النجاح هذه التجربة في مصر شجعنا على تصدير هذه التجربة لبعض الدول الأفريقية ده جزء طبعاً من التزامنا بكل تأكيد تجاه الأشقاء الأفرقة سيادة رئيس طرح مبادرة لعلاج مليون مريض أفريقي من فيروس سي وتوسيع نطاق الجهود للقضاء على التهاب الكبد الفيروسي بالقارة الأفريقية مجهود كبير جداً يا شازلي إنجاز عظيم حصل في ملف مكافحة فيروس سي بكل تأكيد هنتكلم عنه النهاردة بشكل أكثر تفصيلاً هنستعرض كل الخطوات اللي تمت لتحقيق العلاج والوقاية من مرض فيروس التهاب الكبد الوباي لأنه القرار موجود والخطة موجودة لكن تنفذ على أرض الواقع كان سعب جداً نتكلم عن الأرقام اللي كانت موجودة أرقام المصابين بفيروس سي فكرة أولاً الكشف بعد كده العلاج الدواء ما كانش بيصنع طبعاً في مصر كان بيتم استيراده وكان بيتم استيراده برقم كبير جداً عشان كده كان سعره كبير جداً بعد كده قدرنا أن احنا نوطن صناعة الدواء هنا في مصر وبعد كده بقى بيصرف كمان مجاناً للمرضى وبعد كده امتدت كمان هذه الحملة لما هو أبعد من ذلك وأكبر كمان من فكرة فيروس سي أو تعامل مع ملف فيروس سي على وجه التحديد هنتكلم مع حضراتكم على كل هذه التفاصيل لكن دلوقتي نصبح لحضراتكم وراء تانية صباح الخير والسعادة عليكم جميعاً صباح الخير يا مصر